ترجمة نانسي قنقر وشاركت وزارة تربية والتعليم بجناح في المعرض يبرز الإنجازات والمشاريع التي تحققت في المسيرة التعليمية مثل مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي في التعليم وجائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للتميز في الأداء التعليمي بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الفني المطور للبنات إضافة إلى مشاركة وفد تربوي في ورش العمل والحقات النقاشية المقامة خلال أيام المعرض والتي تشمل الاستثمار من أجل تعزيز جودة التعليم والاستثمار في الموهبة والإبداع هذا وقد صرح وزير التربية والتعليم بأن مشاركة الوزارة في هذا المعرض والمنتدى تجسد العلاقة الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور والنمو بفضل حكمة القيادة في البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن مشاركة الوزارة في المعرض تأت انطلاقا من حرصها على التعريف بالمشاريع التطويرية في مجال التربية والتعليم وما تشده المسيرة التعليمية المباركة من تقدم في ظل الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة مؤكدا أن الجهود التطويرية المقدمة في هذا المعرض تهدف إلى الارتقاء بمخرجات التعليم في بلدنا العزيز والتي حققت انجازات متميزة على المستوى الإقليمي والدولي هذا وكان معالي وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قد قام بزيارة إلى جناح مملكة البحرين في المعرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر